نحن نريد حال مشكلتنا من أي جهة بكامل لم يتخيل طلاب اليمن المبتعثون للدراسة في الخارج أنهم سيكتون يوماً بنار الإهمال أو أنهم سيصبحون ضحايا صراع يفترض أن لا دخل لهم به انتصف العام ولا تزال المعاناة مستمرة مئات الطلاب في ماليزيا وروسيا والصين ومصر وتركيا والجزائر وتونس والهند لم تصلهم مستحقاتهم حلول ترقيعية وتصريحات تخديرية هي كل ما تم حتى الآن بينما المعاناة مستمرة عوز طرأ على حياتهم فأحالها نكداً وكدر استقرارهم النفسي وانعكس مباشرة على التحصيل العلمي ثم تفئات من الطلاب المبتعثين لا يزالون تحت وطأة العوز نتيجة تأخر المستحقات لعل أكثرهم معاناة طلاب الإفاد بالبدل أو الإحلال وبوجه البعض أغلقت بعض السفارات أبوابها بينما استعان سفراء بأمن البلاد المستضيفة لقمع الطلاب لعل أكثر الطلاب بؤساً أولئك الذين عجز أولياء أمورهم عن توفير الحد الأدنى من مصاريف الدراسة السؤال الأهم الذي يفرض نفسه إلى متى تستمر المعاناة؟